نعم سيد محجوب قبل ساعات السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في بيان المشترك أن طرفين الشرع كما سمتها في السودان اتفق على هدنة جديدة لمدة 24 ساعة تبدأ من صباح الغد هذه الهدنة مرة أخرى ما أسبابها وما أهدافها؟ طبعاً ظلت هذه الوساطة تضغط لإرساء هدنة والهدنة معلومة أنها لا تخدم المواطنة السودانية بالدرجة الأولى ولا تخدم مسألة الحسم لهذه التفلطات الأمنية ولذلك هذه الهدنة اليوم التي الأخيرة هي 24 ساعة الجيش السوداني قال أن هذه الهدنة لأسباب إنسانية بحتة طبعاً الوساطة أيضاً تحاول أن تحول هذه التفاوض من تفاوض حول المسائل الإنسانية إلى تفاوض سياسي وهذا يخدم أيضاً الدعم السريع ويخدم ويجعله يلتقط أنفاسه في حين أن الدعم السريع ومليشيات الدعم السريع بالنسبة للجيش السوداني هي مليشيات متمردة وتم حلها بقي أن الجيش أن يحسم هذه التفلطات هذه الهدنة أيضاً تتيح مجال للمضي قدماً في ما تقوم به يومياً من اختحان بيوت إذن ما الذي يجبر الجيش السوداني على الموافقة على مثل هذه الهدن؟ إذا كان الدعم السريع يستفيد منها فما الذي يجبر الجيش السوداني وهو الطرف الأقوى والمسيطر؟ نعم طبعاً الجيش أيضاً يتعرض لضغوط دولية وربما يخشى أن يوصف بأنه ضد فسح المجال أمام المسائل الإنسانية وربما فعلاً أن تكون والهدنة يمكن أن تتيح مجال لإيصال الهدنة الإنسانية ورغم أن هذه المساعدات الإنسانية لم تصل بالذات المساعدات الطبية لأن الماليشيا تحتل المستشفيات حتى ولو وصلت مساعدات إنسانية أين مساعدات الطبية على وجهة التحديد؟ أين ستذهب هذه المساعدات؟ لن تجد طريقها إلى المستشفيات حتى تستفيد منها المستشفيات ويستفيد منها في نهاية المطافة للمواطنين ولذلك الجيش أنا أعتقد يحاول أن لا يصهر بمصهر هو ضد المسائل الإنسانية ويمنع إيصال المساعدات الإنسانية وفي نفس الوقت هو أكد أن ملتزم بالهدنة ولكن له حق الرد مباشرة في حالة إقدام مليشيا الدعم السريع على المبادر بإطلاق الرصاص أو خرق هذه الهدنة مع الهدنة هناك اشتباكات اندلعت مرة أخرى قبل قليل تم الإعلان عنها والطائرات الحربية السودانية تواصل التحليق في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث ما هي رسالة الجيش؟ أنه غدا صباحا ستكون هدنة ولكن اليوم نتحرك بهذا الشكل العسكري المكثف؟ أنا طبعا الجيش أنا أعتقد هو لديه أصلا خطة ينضي حولها يعني بدأت تنفيذها منذ فترة وهي محاصرة هذه القوات من جهات ومن محاور مختلفة حول العاصمة وبالفعل كل ما تحاول هذه المليشيا التحرك نحو هدف من الأهداف لا بد أن يتصدى لها الجيش ويبدو أن المليشيا في هذا اليوم أو الأمس حاولت استهداف مناطق جنوب الخرطوم مناطق فيها مستفدعات الغاز والبترول ومناطق فيها مصانع التصنيع الحربي وهذا أنا أعتقد اليوم هذا يعني امتداد أو استكمال لما بدأ أمس من جانب الجيش لتنظيف هذه المنطقة من قوات المليشيا وفي نفس الوقت هذه الطائرات يعني جزء منها كبير هي طائرات استطلاع وطائرات محاولة للتأمين ومتابعة التحركات هذه المليشيا أشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر محجوب الحسين الأكاديمي والكاذب الصحفي السوداني كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم شكرا جزيلا لك شكرا ومصور لكم مشاهدين الكرام على حسن طيب المتابعة وحتى نلتقي في أمان الله شكرا